أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بعمليات الإفراج الجمركي بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطعات لسيما ذات الأولوية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد وزير التموين وتجارة الداخلية أن هناك تنصيقا كاملا مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستراد السلع الأساسية المختلفة في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب